المصرية وفي اه النادي الاهلي نجم الكابتن واق الجمعة هيكون اه معايا بعد قليل علشان اه بعد قليل ايه تعال يا نجم بعد اذنك تعال فضل اي نجم ده يعني ما ينفعش اصلي في حلقات كده جماعة ما ينفعش ان انا اه طبعا في حلقات كده جماعة ما ينفعش يكون فيها عندي نجم زي اه كابتن واق الجمعة ويعني ناخد بقى حلقة ونروح نوضع الكراسي والكلام ده كله فلازم ارحب به من خلال وجودي اه وجوده معايا اه النهاردة ووجوده في قناة النادي الاهلي في عيد ملادي النادي الاهلي وبالمناسبة عيد ملاده كمان اه كان من كم يوم? ثلاثة ايام. من ثلاثة ايام كملت كم سنة ولا ما? يعني اربعة وشين. نرجع نلعب. يعني نتمنى بس لقيت العمر عودة. وحشنا والله وكل جمهور النادي الاهلي ينتظرك وكل جمهور النادي الاهلي متشوق لحلقة اه ذكريات احنا لا نتكلمش غير في الذكريات وفي الايام الحلوة والايام ان شاء الله ومستقبل النادي الاهلي خلال الفترة اللي جاية يا واي. ربنا خليك اسلام وانا من دواعي ساعات يعني ان انا موجود معك والله يا اسلام النهاردة. انا اولا سعيد جدا جدا ان اسلام موجود في قناة النادي الاهلي. وواحد من ولادي النادي الاهلي اللي لعب في النادي الاهلي وحمل اه تشيرت النادي الاهلي ودافع عن اسم النادي الاهلي. فانا سعيد ان انت اولا موجود في قناة الاهلي. اه ثم ده بيتي. طبعا. يعني الواحد مش عايز اقولك مشاعر قدي انا بقى لي فترة طويلة جدا. ما ظهرتش في حاجة هنا في 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 مصر. اه عشان شغل لي طبعا. انما انا سعيد جدا 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 بالدعوة اللي وجهتها لي. وانا انا اكون موجود معك. وموجود في بيتي مرتان يا انادي الاهلي. يعني طبعا كل الاهلاوية ينتظروا ماذا سيقول كابتن واي الجمعة النهاردة عندنا كلام كتير جدا. بس بالمناسبة النهاردة هو قال لي انا شفت الصور. لان هو كلام مهم جدا. هو اللي عايز اتكلم فيه معاك. انه ده الموضوع اللي كنت هتكلم فيه. بس مش قادر. يعني مش قادر اشوفك وراء الكاميرا. ولا لاجم تخش معايا. وقل الغرف الملابس والصور اللي انت شفت. انا شفتها بقى الحقيقة. وشفت حاجة كبيرة جدا وحاجة عالمية وحاجة يعني بجد فخر لكل اهلاوي ان ا احنا يكون عندنا اه او تم انشاء غرف خلع ملابس من الاول وجديد. الاوض اللي احنا كنا بنوقع فيها دي انتهت تماما ودلوقتي اصبح هناك غرف لخلع ملابس اه النادي الاهلي تم انشاءها اه من الالف للياء اه بعمالة مصرية اه كل شيء مصري اه الفلوس من جوه النادي الاهلي الاستاذ خالد مرتجي مضع على الشيك وعمل الحاجات والامور كلها الحمد لله ماشية بشكل جيد جدا. اه طبعا الاستاذ خالد دلندالي انا اسف امين الصندوق. فعشان كده انا بقول لك انه اه بصعداء جدا باشياء كتيرة جدا. الصور اللي انت شفتها شفت فيها ايه بايا? بصراحة انا شفت منظر جميل كنا انا تمنا من زمان كنا انا تمنا ان يكون موجود في النادي الاهلي من زمان وآآ من فترة طويلة جدا. النادي اه اكبر نادي في افريقيا وفي الشرق الاوسط وآآ وطبعا مصر فكان يستحق الاجمل دايما. كان يستحق الصور اللي احنا شفناها وشاهدناها في في افتتاح الكابتن خطيب ليها للمبنى الجديد. حاجة ليه وتشرف باسم النادي الأهلي العظيم يا إسلام بالجودة والكوالت الموجودة الإمكانيات الموجودة داخل المبنى الجديد حاجة تليق وزن بقولك تشرف النادي الأهلي وتشرف اسم النادي الأهلي النادي الأهلي أنا هتكلم على المستوى الخارجي الناس بتحكي عن النادي الأهلي يا إسلام بره حكايات فلما تشوف المنظر ده وتشوف الوضع ده أنا في فكرة تانية وتكلمت مع كابتن خطيف فيها وإن شاء الله تتنفس بإذن الله حاجة برضو هتليق وهتساعد النادي الأهلي بشكل كبير جدا أنه هتبقى نقطة إضافية ودعم إضافي للنادي الأهلي بإذن الله فكرة تساعد أكتر النادي الأهلي على زيادة الدخول وتليق باسم الأهلي تليق باسم النادي الأهلي أنه هو الرائد في الموضوع هل تتكلم فيها أم لا مش دلوقتي؟ يعني بعدين إن شاء الله نبقى نادي الأهلي هو اللي يعرضها بإذن الله تبقى حاجة كويسة فأنا تمنى إن شاء الله دايماً الخير للنادي الأهلي والمنظر ده أنا بقول لك أنا من أسعد الناس أنه شفت الصور دي بصراحة أنا بقول لك إحنا نتمنى دايماً نشوف كل حاجة حلوة للنادي الأهلي كل حاجة تليق بغضة ملابس النادي الأهلي وغرفة الطبيب الأجهزة الطبية اللي إحنا كنا بنعاني منها وإحنا موجودين وكنا دايماً نتكلم إن إزاي النادي الأهلي لعيبته تتعالج برا أنا النادي الأهلي مفعش لعيبته تتعالج برا النادي لازم يبقى عندي كل الأجهزة الطبية وده أعتقد إنه في المبنى الجديد بقى فيه الأماكن والمساحات اللي تسمح للنادي إنه يجيب أجهزة ويجيب إمكانيات كبيرة جدا قربت كده يا كابتن خطيب قلت له بقولك يا كابتن بعد إذنك ينفع تعملي عقد بسرعة وارجع ومجرد ببلاش عايز تعيش في القطلب صراح ملابس وغرف التدليق حاجة لوحدها الجيمانيزيا بحاجة بسم الله ما شاء الله يعني كده يعني زي الحاجات اللي احنا بنشوفها برا مصر حقيقة كده طراز أوروبي أنا بقولك هو بصراحة من البداية بدايات التجهيز والإعداد للملعب من فترة كان الشكل أفضل بكتير جدا ثم الختام طبعا بأرضية التيتش اللي كان عليها مشاكل كتير وعليها تحفظات كتير ثم المبنى الأخير إنما كل ده زي ما بقولك يا إسلام إحنا اسمنا كبير جدا اسم النادي يعني يخليك تعمل كل حاجة عشان تبين الاسم ده وتحافظ على الاسم ده فده إن شاء الله يعني طبعا بموازات الحصول على البطلات وكل حاجة بتشارك فيها أن أنت ما تتركش فرصة لحد أنه يحط راسه براسك فده نقطة مهمة جدا بالنسبة لنا لو قفلنا النادي عشان سنين مش عد هيحط راسه لا طبعا لازم يجب فيه منافسة لازم يجب فيه منافسة عشان لعيبتك أنت مش عشان المنافسين عشان لعيبتك أنت تخلق دوافع للعيبة اللي عندك كرة من غير منافسة وحماس بين الأندية طبعا حنتكلم في كل ده وحنتكلم أكتر أكتر وأكتر 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 وحرجع كم سنة وراء ما عرفش مش أقول كم سنة حنرجع سنين كتيرة قوي وراء مع النجم كابتن نواء الجمعة الحقيقة اللي مش عرفنا النهاردة في بيته وفي قناة النادي الأهلي دائما ما يكون حريص على التواجد دايما لما بيجي أو نوع برا يكلمني يقول لي أخبار النادي إيه في الفترة اللي فاتت كانت الأمور صعبة شوية كنا بنتكلم دايما ويعني قد إيه هو محروق من جواه وحاجات كتيرة جدا حنتكلم في كل شيء وحنتكلم في كل الأمور وما تنسوش في بث مباشر لقناة النادي الأهلي النهاردة مع النجم وواء الجمعة كل الأسئلة اللي حضراتكم عايزين تسألوها اسأل واء الجمعة على تويتر كالعادة طبعا احنا مسينا على ناس كتير لكن أنا عارف أن التمسية بتاعت الأهلوية النهاردة هتكون مختلفة مع نجم مختلف ونجم كل الناس بتحبه ومهما قال ومهما عمل يظل دائما واء الجمعة هو صخرة دفاع مصر والنادي الأهلي لسنوات طويلة جدا 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 هنروح نقعد بقى على الكراسي المفضلة في صهراء معه وبعد كده بقى نكمل كل كلامنا عن النجم الكبير كابتن واء الجمعة شكرا جدا 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 جدا